الاهلي اخد دعم مادي لبعض صفقاته لما زار وفد النادي الاهلي المملكة العربية السعودية مرحبا بيه وقتها من المستشار التركي الشيخ اللي كان وقتها رئيس شرف النادي الاهلي اذا نحن بنتكلم فيه سياق طبيعي جدا الاهلي خد هدايا انت مالك هو انت اللي ديت الهداية عشان بتعاير بيها نفسي اعرف ايه مبرر هذه المعايرة مبدئيا من الناحية الاخلاقية ايه دخل سيادتك رقم اتنين هذه الهدايا او هذا الدعم اتقال الاهلي خدوا الفلوس ودها فين ودتوا الفلوس فين الساعات بعتوها مش عارف فين كل ده اتقال بهدف الاساة والتشوية النادي الاهلي سلك المسلك القانوني والمحترم والطبيعي والشفاف بعت للمهندس خلد عب عزيز وزير الشباب والرياضة ارجوك تعال حقها معايا ارجوك ابعتلي من اللجان الرقابية من عندك ومن الرقابة الادارية ومن الجهاز المركزي للمحاسبات اللي يجي يتأكد من هذه الاموال اموال التبرعات وكل ما ورد من سيد توركي الشيخ للنادي الاهلي ويتأكد من على فكرة فيه نقطة مهمة جدا هو يتحدث احيانا او كثيرا انا بتسألك عدو جمعية مهمة في النادي الاهلي حلوة اوة 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 وده نقطة برضو لازم نلفت نظر ادارة الاهلي فيها انت عندك النظام الاساسي بتاعك دلوقتي كل من يسيء للنادي الاهلي داخل او خارج النادي الاهلي هو عدو ولا لا هو بيقولك انا بتكلم بصفة عدو بتكلم على منابر في السوشال ميديا لا يتقدم باسئلة للجمعية للجمعية العمومية ولا من خلالها فيحق لك ان تفعل ما تراه من الناحية القانونية معه بصفته عدوا في النادي الاهلي